عشان كده بنونوا تصالحوا مع الله وبالنسبة لنا احنا بنحبكم مهما صدر منكم احنا على فكرة ده مش فرد عضلاتي يا خنزار لانه ده عطيه من فوق احنا كطبعتنا الساقطة البشرية لا نستطيع ان نحب من يعادينا عين بعين وسن وبسن وانا عاوز حجي يعني ايه عاوز حجك يعني واخد لبالك يعني الامور دي ما كانتش تعطى لنا بالروح القدس هيكون صعب مع انه تعليم المسيح متفوق عشان اللي منشوف الاحداث في هذه الايام الثقر والانتقام ايوه والى اخره يعني حتى في العهد القديم هذه الاية لها قانون لها شرعية يعني شو الفكرة من وراء المضوع اذا شخص قتل في عدالة ايوه وهذا الشخص مثلا يقتل بحسب العدالة لكن ما في فلة حكم انه الشخص هذي رح يقتل عيلته ولا يدمر بلد ولا يعمل ولا هتبقى فاولة اه فاذا برضو ممكن ينكر قانون الله يزعم الدين بالانتقام والثقر هو بالحقيقة يعني مش عم بنفذ وصايا الله لكن المسيح برضو اخذنا الى صورة اعمق بتفسيره الروحة عن هذه المحبة ده صحيح لانه اللي جو الطبيعة البشرية الساقطة بتميل الانتقام والثقر وانه انا اخذ حقي ودي كرمتي ودي شرفي ومتحت مسميات كثيرة جدا ولا نعطي لمن اقامهم الله كمنفذ قانون ان القانون ياخذ مجراء فدي المشكلة عش كذا انا كمؤمن انا باخذ من الرأي انا حصلت على النعمة والمغفرة و بمناسبة النعمة واحد من اخوتي الاولاد الرب بيشرف ان انا تلميزهم من العابرين بيقول لي انتو لما بديتوا التلمزونة مدتوناش مصطلحات الكتاب اتعارف ان انا يا دوبك لسه فهمت يعني كلمة نعمة وانت كنت فهمها ازاي قال لي النعمة اللي انا عارفها انها حتة العيش لما تكون واجعة في الارض اروح اخذها وابوسها وحطها جنب هي دي النعمة لما واحد يقول لي عامل ايه اقول له انا في نعمة يعني بس بس النعمة كلمة الله هنا النعمة ظهرت نعمة مخلصنا يسوع المسيح اللي هو فدان عسى فانا اخذت النعمة وحصلت على الغفران من الله اذا طبيعة الله جد فيه فلابد ان اقدم نعمة للاخرين وانا اغفر ايضا للاخرين وانا استطيع ان اسامح الاخرين مهما بدر منهم من اساءة تجاهي اشتركوا في القناة